السلام عليكم ازايكم اخبار جديدة واخبار مهمة جدا طلع منين طلع من روسيا والحقيقة احنا يوميا بنتكلم وبنغطي الشأن الروسي بس النهاردة الكلام مستلف خلي بالك الكلام النهاردة اكتره تحليل وجهة نظر الغرب في اللي بيحصل في روسيا و اوكرانيا وجهة نظر الغرب في اللي حصل بين ارتوغان و بوتين النهاردة والكلام بتده يطلع على وجود مبادرة للسلام فيه كلام كتير قوي بيقولوا فيه مبادرة للسلام الجريب ان بنفس الوقت اللي فيه مبادرة للسلام هتلاقي فيه تصريحات عدقية جدا ان احنا داخلين على كارثة مين اللي اطلق التصريحات دي وزيء الدفاع الامريكي النهاردة طلع قال على حسب نيويورك تايمز قال لهم على فكرة اوكرانيا في الشتاء هتبقى مفاجأة لجميع العالم اوكرانيا في الشتاء هتحرر اراضي كتير جدا استولت عليها روسيا في حرب روسيا واوكرانيا ولو بوتين فاكر ان اوكرانيا في الشتاء هتتهزم ابدا احنا هنزود اوكرانيا بكل الاسلحة اللي محتاجاها عشان تستعيد اراضيها تصريح مفاجئ جدا وتصريح خطير جدا مش بس كده صحيف اسمها وصري جونل جابت خبير عسكاء وسألته ايه اللي بيعملو بوتين بالظبط في قصفه لأهداف مدنية في اوكرانيا هو ليه بيعمل كده حقيق كلام كتير ودحليلات كتيرة واخبار كتيرة بس عشان اقول لك تفاصيلها لازم حكي لك القصة ملاوي قبل اكونش في موضوع قبل اشوف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا وهو جين سكار جين سكار ده مش حاجة عدي يعي اقول تفتكر ان احنا بنتكلم على محل صغير مثلا او فرع صغير لا تماما احنا بنتكلم على شركة كبيرة جدا في مصر موجودة في السوق المصري بقالها 50 سنة مش هنا المشكلة المشكلة ان احنا بنقضي وقت كبير في عربياتنا ممكن اكتر كمان من بيوتنا خلي بالك العربية دي شيء اساسي فزي ما حالك شايف كده سوق العربيات واقف اليومين دول ومش بالسأل ان انت تشتري عربية جديدة جين سكار بتقدم لك الفكرة الجهنمية جين سكار عندهم المكان الوحيدة اللي في مصر اللي بتعرف تقطع الجلد وبتعرف تفصل وتخرر الجلد بشكل احترافي للغاية بالزبط كا انك جددت عربيتك من جوة في نقلة لعربيتك بشكل كبير انا انصحك بالجين سكار لان هم محترفين للغاية كل تقريبا المشاهير بيتعاملوا معاهم لانه دول الناس موثوك فيهم جدا وعن ترشيحات ناس كتير قوي الناس دي محترمين للغاية هسابلك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم خش في الموضوع عطول خش في الموضوع عطول ايه اللي بيحصل بزبط الحقيقة من كم يوم كده قام بوتينت بضرب اهداف مدنية وقصف على حسب رويترز 83 ساروخ ده اول امبالح خلاص ده اللي قالت رويترز وكانت ارقام منطقية شوية لان نزلت صحف تانية قالت لك 200 ساروخ بس ما كانتش طقيق قوي رويترز قالت لك 83 ساروخ تكلفتهم 0.5 مليار دولار فساعتها طلعت تحليلات كتيرة جدا قالك ده بوتين بيستخدم صواريخ كالبر وصواريخ بحرية معنى كده ان بوتين ما عندوش القدرة لمواصلة الحرب وده استعرض اي كلام وطلعت تحليلات غربية كانت غريبة جدا بالنسبالي وحتى فيه كتير قوي ما نقلتوش يعني من كتر بنا بقرة حاجات غير منطقية ما تكلمتش فيها لازالك توقف عند اكتر من حاجة بتتكلم ان تأثير السواريخ دي كان محدود جدا تأثير السواريخ دي ما ضربش اهداف عسكرية مرجوة كلام كده كنت انا عاوز اعرف دليله ايه نهارده ووت سريت جونر منزله مقالة قوية جدا جدا بتقولك على فكرة السواريخ الروسية اللي ضربت كييف وضربت عشر مدن اوكرانية دي ما كانش تهديدات ولو انت فكر ان دي كانت رسالة سياسية والكلام ده تقوله لا ما كانش كده ده كل ساروخ نزل على هدفه بالزبط وكل ساروخ اصاب هدفه العسكري والسياسي والاقتصادي وكل اللي انت عاوز تقوله ليه بقى صحيفة وول سريت جونر بتكشف لك بتقولك والله بوتين حقق 3 اهداف من قصفه لاوكرانيا او قصفه الكييف اول هدف هو كان بيدرب محطات الكهرباء محطات تسخين المياه محطات الاتصال واهداف عسكرية مش حيوية اوي بس اهداف عسكرية داخل المدن الاوكرانية خاصة طيب ليه بيعمل كده اولا عشان يبقي الاوكرانيين داخل الملاجئ ويسبب حالة رعب يعني كل المشهد اللي طلع انه اوكرانيا او الشعب الاوكراني داخل الملاجئ ده كان منظر بالنسبة لبوتين كويس جدا لان الاوكرانيين يبتدوا يحسوا ان الحرب لها تمام لان خلي برك في فترة اللي فاتت دي او من 4-10 بالزبط الحياة في اوكرانيا رجعت عادي جدا وكان الاوكرانيين بيحتفلوا وعايشين حياتهم تماما في حين ان الروس بيجي لهم فقط اخبار سيئة فبوتين حاب يقلب المشهد ويوري الاوكرانيين ان لا الجعب لسه شغال والحرب لسه شغالة والحرب ممكن توصلوكو في اي لحصة ده حاجة تانية حاجة هو عاوز يثبت للغرب ان كل الميديا الغربية كانت بتدعيه ان روسيا ما عندهاش اه سواريخ او خسرة الحرب او ان الجيش الروسي فشل في اوكرانيا بوتين عاوز يوصل رسالة للغرب لا ده الجيش الروسي ما زال يامتلك كمية ترسانة بداخلتش الحرب لسه ومحبش يرسل كده عن طريق مقالة مثلا او لقاء تليفزيوني لا هو حاب يوري الغرب فعليا هو يامتلك تالت حاجة خلي بالك ان هو عاوز يوصل لاوكرانيا ان حرب الشتا دي لسه مابتدتش ولو ابتدت انت هتعودوا متالجين لان مفيش اصلا الكهرابة عندكم ضرب كل محطات الكهرابة تقريبا اللي في المدن الكبير خاص فعاوز يبين الاوكرانيين ان انتوا داخلين على شتاء قارس رابع حاجة هو عاوز يشتري وقت الفترة اللي فاتت دي كلها كانت اخبار طلعة عن انسحابات روسية انهزام للانفصالين موجودين في شرق اوكرانيا التابعين لروسيا تقدمات اوكرانية كانت كل الصور اللي طلعة كانت مادة دسمة جدا للاعلام الغربي ان هو يعضي هاجم بيها روسيا الماشهد دات ألف ثانية اصبح الاعلام الغربي عمال يسوق لقدرة روسيا على قصف الاراضي الاوكرانية وان الدفاع الجوي الاوكراني مش كويس وان روسيا عمدها سواريخ قطلة وفتاكة كلام كتير جدا في نفس الوقت بوتين سياسيا ظهر قدام منطقة دي انها لأ انا بخطط وانا عارف انا رايح فين والوقت اللي جاي ده اللي بيتم فيه تدريب التلتمية الف جندي اللي انا طلبتهم ده وقت انا بخطط فيه وعارف هدخلهم امتى ويه اصبوره علي لان ايه الجواب بيبان من عنوان ماشي سألت قائد عسكري قالت له هي روسيا خلصت سواريخ بتاعتها يعني روسيا ما عندهاش مخزونات سواريخ قال لها لأ طبعا ايه الكلام فريد روسيا عندها سواريخ كتيرة جدا بالكلام على تاني اوكو جيش في العالم قال لها انديد قال لها بالطبع روسيا عندها سواريخ يعني ايه الكلام فريد تاني حاجة والحاجة المهمة جدا بوتين عاوز يوصل للغرب ان الحرب لسه ابتديتش وان معركة الشتة دي هتبقى صعبة جدا عليكم فيعني لو احنا بنتكلم في سلام هاتوا السلام دلوقتي بتتكلموا في حرب خلي بالكم الحرب بتاعت الشتة دي غير ما انتوا فاكرين تماما او غير ما الميديا الغربية بتسوأ لكم خلاص فكل ده تيكتيكات عسكرية على الارض حاجات واضحة جدا وخلي بالك ان النهاردة تم قصف جنوب اوكرانيا وتم قصف شرق اوكرانيا وشمال اوكرانيا بمسايرات كاميكازي اللي هي مسايرات انتحارية ما كانتش ايرانية على فكرة مسايرات روسية قصفة النهاردة وزواليك فبوتين برضو عاوز يوصل رسالة ان ده هيبقى النظام من هنا ورائع كل يوم هتستبحوا كده هتلاقى صاروخ نازل عليكم خبس والحرب لسه بتقول يا هاتي انسى بقى لفادة كله احنا لسه ايه هنبتدي حرب جديدة اللي وقفت عنده اكتر من صحيفة تانية قالت لك هو طب بوتين بيفكر في ايه بص بي بي سي كانت منزله مقالة كانت قوية جدا بس دي عاوزها لها حلقة يعني انا بس هاجبلك الهوامش كده بتاعت المقالة ان الحرب بالنسبة لبوتين حاجة ما ينفعش يتم خسارته وان بوتين مستعد يغامل بكل ما يملك لكسب الحرب دي في حين ان في انشقاقات وفي كلام طالع عن انشقاقات في الاتحاد الاوروبي طلع من اين طلع من جوزف بارل النهاردة جوزف بارل اللي هو مسئول السياسات الخارجية في الاتحاد الاوروبي طلع قال يجب ان تظل اوروبا موحدة ويجب الاهداف تبقى واحدة كلام ده يدل على وجود انشقاقات او بوادر خلافات داخل الاتحاد الاوروبي وده اللي بيراهن عليه بوتين بس اللي كان خايف منه بوتين ومعملش حسابه ان الغرب حيمده اوكرانيا باحتس انظمة السواريخ والدفاع الجوي اللي موجودة عنده وبكميات يعني خلي بالك النهاردة انجلترا في خبر قوي جدا وهو ان انجلترا هتبعت ل اوكرانيا منظومة دفاع الجوي امرام اذا امرام disso انظومة دفاع الجوي حديثة جدا وتعتبر الاحدث او من احدث الانظومة الدفاع الجوية متوسطة بالمدى بموجودة في امريكا وبريطانيا بريطانيا عندرسلها الاوكرانيا وانا جيت مألت لحضراتك هنا ان منظومة الدفاع الجوي دي مش هتدفع عن كيف يعين هي مش محطوطة للدفاع عن العاصمة دول حيبعتوها للجابة الامامية عشان تسقط الطائرات والسواريخ ومصيرات الروسية ويحرموا روسيا من السيادة الجوية او حتى لو روسيا كانت بتعرف تختارك منظومات الدفاع الجوي دلوقتي انت هتتكلم مع منظومة الدفاع الجوي معقدة جدا لانها مش مبنية على منظومة واحدة لا ده منظومة المانية على منظومة انجليزية على منظومة امريكية على فاكرة ده يديك مثل على منظومة الدفاع الجوي المصري لما اي موقع عسكري يتكلم يقول لك منظومة الدفاع الجوي المصرية دي من أعقد منظومات الدفاع الجوي في الحالم ليه؟ مش مبناء عنظام واحد مش روسية فقط أو مش أمريكية فقط لأ دي منظومة من الهند من أمريكا من ألمانيا من كل حد من كل حد منظومات الدفاع الجوي فالغرب عاوز يخلي منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية معقدة جدا بحيث أن بوتين يفقد السيادة الجوية أو ما يفكرش في سلاح الجوي بتاعه وخلي بالك من ضمن الأسباب اللي قالتها والسريد جونر في قصف العاصمة كييف هو أن بوتين كان عاوز يختبر منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية ويأكد أن السواريخ الروسية بتعرف تختاركه بصق وفيه صحيفة أمريكية النهاردة صحفيه مش كبير يعني بس أتأكد لك أن أمريكا عندها مشكلة مع السواريخ الروسية والصينية منظومة الدفاع الجوي الأمريكية شوف بقى دي من أقوى منظومات الدفاع الجوي بتقول لك عندها مشكلة فرص سواريخ الفارط صوتية او السواريخ اللي بتطير فوق مستوى سرعة الصوت الروسية والامريكية امريكا بتعرفش تدفع عنه مبتعرفش تصدى ليها فبوتين لو عاوز يضرب الغارب نفسه حيدرابه ليه انا بقولك كده ليه انا بقولك لو عاوز يضرب الغارب نفسه حيدرابه بسبب بسيط جدا ان المتحدث باسم الكريمل النهاردة طلع قال على فكرة لو اوكرانيا اخدت عضوية كاملة في النيتو هتبقى حرب عالمية ثالثة معلش الكلام بتاعه ده يعني مثلا ان النيتو حيجي دفع عن اوكرانيا لأ معناها ان روسيا بس خلي بقى لك التصريح تطلع من روسيا مش طلع من غرب معناها ان روسيا هتضرب الغرب يعني هتضرب في الاراضي الغربية لان خلي بقى لك النيتو لو اوكرانيا اخدت عضوية كاملة داخل النيتو معناها ان بيتم تطبيق الباب الخامس عليه وهو الدفاع المشترق كل اعضاء النيتو يخش يدفع عن اوكرانيا خص فتبقى مواجهة مباشرة فروسيا النهاردة بتقولك تبقى حرب عالمية معناها ان انا مش هستنى لما انتو تيجوا لأ ده انا حضربكو على طوب ده حاجة حاجة التانية والحاجة اللافتة اللي لازم توقف عندها هو ان تصريح وزير الدفاع الامريكي اللي طلع قالك على فكرة احنا اوكرانيا في حاجات كتيرة مبعتنهاش ليها بس هنبعتها في فترة كاية واوكرانيا اي حاجة محتاجاها في حرب الشتة بتاعتها هنبعتها بحيث ان اوكرانيا تستعيد كل اراضيها اللي فقدتها او استولت عليها روسيا ده تصريح خطيل جدا بس لو اخدت بالك من التصريحات الجرب بيجرز اكتر واكتر في مواجهة روسيا خب بالك من حيث ايه جرب بيجرز في ظل كل ده في حاجة بقى لازم اقولك عليها وهي النهاردة المانيا عن طريق وزارة الخارجية المانية قالت احنا زعنين جدا من اسعار الجاز اللي امريكا بباعها لنا مش بس كده فرنسا ايمانو الماكرا قال على فكرة بقى يجب على بوتن ان هو يقعد على طاولة مفادة مع زيلنسكي وانخلص الموضوع ده وطبعا هو قال ان فرنسا هتبعت اسلحة كتير على الاوكرانيا والكلام ده كله في معلومة كده عازك توقف عندها ان في خمسين دولة بترسل اسلحة الاوكرانية يعني روسيا بتحارب خمسين دولة بالفعل كل اللي بيحصل ان الجيش الاوكراني فقط هو اللي بيحارب ومعاه مرتزقة طبعا مرتزقة اجانب فسأنا بقولك ده الوضع على الارض اصلا في حرب غير مباشرة بين روسيا والنيتو اصلا فخب بالك من حتك فامانو الماكرا طلع النهاردة صوت وقال الموقف الامريكي صعب جدا بيبعتولنا غاز بثلاث اضعاف سعره او اربع اضعاف سعره سنقول لاصدقائنا الامريكيين والنارونجيين انتم رائعون وانتم تزودوننا بالغاز ولكن ليس في متناولنا ان ندفع سعرا للغاز يفوق باربعة اضعاف السعر الذي تبيعونه به لاصحاب المصانع في بلدانكم والمانيا قالت نفس الكلام والاثنين حاسين ان امريكا بتنتهز بفرصة لاستنزاف اوروبا المانيا يا جماعة انتعرف ان المانيا النهاردة اطلقت شحنة من فرنسا شحنة غاز من فرنسا ودي حاجة توليك ان في ازمة داخل المانيا لان النهاردة طلع مدير جازبروم اللي هي الشركة الروسية للغاز قال على فكرة اوروبا ملت خزانتها من غاز صح؟ بس مع موجة ساقيع جامدة جدا اوروبا دي حتتجمد ده مين اللي بيقول مدير جازبروم بيقوله في مؤتمر للطاقة في روسيا اوروبا مع موجة ساقيع جامدة كده حتتجمد بسيك بقى ماليين خزانات الجاز مش ماليين من خزانات الجاز حتجمدهم حاصل بمناسبة الجاز من كام يوم حصل انفجار في خط السيل الشمالي واحد وخط السيل الشمالي اثنين وانا جيت قلت لحضرتك كاللي بالك فيه كام حدثة كده تدل ليك ان مش روسيا فقط هي اللي يجب اتهامها في الحدثة دي وانا برضو فيه حاجة غريبة جدا ان الغرب موجهش رسميا التهمة لروسيا وجيت قلت لحضرتك ده فيه طيارة استطلاع امريكية كانت بتطير فوق خط السيل الشمالي واحد والسيل الشمالي اثنين قبل ما يتم تفجيره وده شيء رصدته الكوات المكلفة بحماية الخطوط دي ورويترز نقلته منه ياصل مش بس كده روسيا قالت انها لقت متفجرات بتستخدم في النية اسمها سي فاكس لقتها عند خط السيل الشمالي واحد والسيل الشمالي اثنين ولما روسيا طلبت تنضم للتحقيق في اسباب تفجير الخطين دول الغرب رفض قالك لأ دول خطوط بينقلولنا غاز وتم تفجيرهم وواضح كده ان هما بيشيروا الروسيا او بيحاولوا اتهموا روسيا بشكل جير مباشر انها مسؤولة عن تفجير الخطوط دي مش كده معاي في الكلام النهاردة بوتين طلع في كلام قنقوي جدا قال ايه قال يا جماعة خط السيل الشمالي اثنين بالمناسبة لسه شغال ايه ما تفجرش نحس قالك لسه شغال قال لي بالك هو ما قالش نوبي ضخ غاز لأ قالك هو ايه ما تأسرش او ما تمش تفجيره تفجير كامل في احنا كروسيا ممكن نضخ غاز عن طريق خط السيل الشمالي اثنين تمام كده الحقيقة الكلام ده ما ينفعش لان خط السيل الشمالي ده ما اشتغلش اصلا هو كان حيشتغل قبل حرب روسيا اوكرانيا بس لما قامت الحرب امريكا والمانيا وكل الدول الاوروبية تقريبا ووقفت قصادة الخط ده وما اشتغلش فدلوقتي بوتين بيقولك والله مش احنا اللي فجرنا خطوط دي وخط السيل الشمالي موجود ايه فرصة لو الغرب عاوز غاز خط السيل الشمالي اثنين موجود لو عاوزين مش بس كده وقال تصريح قوي جدا قالك على فكرة روسيا ممكن تصلح الخطوط دي نعم ايوه روسيا كروسيا ممكن تشرف او تمول تصريح خط السيل الشمالي واحد من السيل الشمالي اثنين عارف معنى كلامه ايه؟ معنى كلامه ان روسيا مش هي اللي عملتها حسو ده اولا مفيش حد بيفضل خط ويعرض يصلحه لاني خلي بالك هو ما عرضش ان اوروبا تتحمل تكلفة الاصلاح معاه هو قالك انا اصلحه ده حاجة تاني حاجة تشير ان روسيا مش ضلعة او مكادش كسبانة من تفجير خط السيل الشمالي واحد والسيل الشمالي اثنين ايه التقرير اللي انا جبته لحضرتك وقلتلك ان الخطين دول كان فيهم جاز وقت ما اتفجروا بـ 800 مليون دولار خلاص مفيش حد بيفجر خطوط جاز ويخلي فيها جاز بـ 800 مليون دولار يعني يخسر الجاز الموجود في الخطوط دي ويخسر من تفجير الخطوط ويعرض يصلحها الموضوع صعب شوية واخد بالك من تصريحات الامريكان اللي مكادش قوية في ادانة تفجير خطوط الجاز بالعكس تطلع مسؤول امريكي قالك دي فرصة زهبية ان اوروبا تبطل الاعتماد على الجاز الروسي كلمة فرصة زهبية من مسؤول امريكي دي كارسة أصلا على تفجير حصل لامداد الجاز الروسي لأوروبا يعني كلام خطير جدا فده كان كلام بوتين بس كلام بوتين ما انتهاش لكده بوتين نهارده كان في مؤتمر تاسياوي في كازاخستان خلي بقلك الرئيس الكازاخستاني دلوقتي بيحب يستعرض كتير قوي ومؤتمر ده هو اللي افتتحه وامقاي الكلمتين الحلوين وبتاعه انا مركز على لقاء بوتين واردوغان حقيقة اردوغان قبل ما يلطقي بوتين كان بيلعب بينج بونج مع رئيس كازاخستان وكان طلع له يصور كده ايه الراجل بيحتفل كان مبسوط قوي ودي حاجة شدت انتباهي لان اردوغان مش ملعادة يكون مبسوط في ايه اجتماع الحقيقة اردوغان ندخل الاجتماع ده وسلم على بوتين كويس جدا وبوتين امقال تصريها جريب قوي ده لا على فكرة الاطراق عرضوا علينا حل سحري وحل كويس قوي بدل من ضخ الجاز في السيل الشمالي واحد واثنين احنا ممكن نضخ الجاز عن طريق تركستري وحنا هنخلي تركيا مركز لتصدير الجاز الروسي ماشي اخبرك بالكلام ده انا عندي مفاجئتين من العيارات الثقيل على حسب رويترز ان وزير الطاقة التركي فوجئ من الكلام ده والتصريح ده ليه؟ لك احنا عرضنا على بوتين صحيح بس احنا قلنا يعني حنقعد نتشاور ونتفاهم بس التصريحات دي جيدة جدا واحنا ممكن نخش وندلس الموضوع فعلا وننفذه ده ميني بيقول وزير الطاقة التركي هو بيتكلمش على خط تركستريم هو بيتكلم على ان تركيا تصبح هب او تصبح مركز للجاز الروسي لتصدير الجاز الروسي لأوروبا ووردوغان يعني عازو اقولك انتشاه بالتصريح بتاع بوتين ده وفي نفس الوقت بوتين في الاجتماع ده قال لشركة جاز برون قال لهم على فكرة اتدوا دلوقتي في التجهيز لان تركيا تصبح هب ايه خط تركستريم ده؟ بص خط تركستريم ده خط تركيا اتفقت عليه مع روسيا من قبل الحد اصلا بقالها اكتر من سنة من 2019 متفقين على الخط ده الخط ده طوله 930 كم مفروض هو عبارة عن خطين خطين مش خط واحد كل خط بينقل 15 مليار 75 مليون متر مكعب جاز خلاص؟ فالمجمل انت بتتكلم فوق الـ 31 مليار متر مكعب جاز في السمن خلاص؟ تركيا بتستهلك في الخط ده لما يكتمل يعني هتستهلك فيه 15.5 مليار متر مكعب جاز والباقي هتصدره لأوروبا ازاي؟ قالك والله هنصدره لليونان ومن اليونان يطلع بقى على أوروبا وهكذا خاص؟ بس لو خدت بالك الحركة بتاعت بوتين دي اللي فاجئ بيها الأطراق على حسب رويتلز تخليك تفكر ليه؟ ليه بوتين بيعمل كده؟ ليه بوتين؟ فجأة كده يقول لأردوغان ويعطيه ميزة هو أصلاً ما كانش بيخطط ليه خيبك أردوغان كل اللي كان عاوزه تشغيل تركستان ده إنما إن هو يبقى مركز أساسي لبيع الغاز الروسي لأوروبا حاجة غريبة جداً ده موضوع هدية جات من السماء لو جيت بص هتلاقي إن بوتين دلوقتي بيصحب الخيوط من الغرب إزاي؟ أولاً الموضوع ده جاي بعد أسبوع واحد من قرار أوبك بلس خلاص؟ إيه اللي بوتين طلع أشاد بيه وإيه اللي السعودية وقفت قصاد أمريكا ده حاجة تاني حاجة أنت تتكلم إن القرار ده هيعطي أردوغان دفع قوية جداً في انتخاباته في سنة 20-23 يا جماعة صبوره على أوضاع كل الاقتصادية لزي الزفت على فكرة زي ما أوضاع الاقتصادية لزي الزفت في تركيا زي ما هي في مصر زي ما هي في كل دول العالم أوضاعنا كلنا سيئة فأردوغان هيقول الناخبين بتوعه صبوروا على أوضاعنا الزفت عشان إحنا خلاص هنصبح مركز لبيع الجهاز الروسي لتركيا ده حاجة تاني حاجة خلي بالك إن خط تركي ستريم ده هيبقى مؤمن أكتر بكتير من نورد ستريم واحد واثنين ليه؟ خلي بالك خط السيل الشمالي واحد وخط السيل الشمالي اتنين كان بين روسيا وألمانيا تقدر تقول إن الحرب بتاعت أوكرانيا خلت الفاعل بتفجير الخطوط دي مجهول صعب برضو تقول إنها روسيا وصعب إنها تقول أمريكا الفاعل مجهول لأن أوروبا في حرب جير مباشرة ضد روسيا صح؟ فممكن ترمي الاتهامات على أي حد إنما تركي ستريم ده ما ينفعش ترمي الاتهامات على أي حد ما ينفعش تقول إن روسيا هي اللي فجرته إزاي؟ تاني حاجة على الجانب الآخر اردوغان ده ده يعمل لك فضيحة ده يطلع يصوط لك وخلي بالك ده عضو في الناتو يعني أنت هنا جليمة صعب الالتفاف عليها هيكون الفاعل واضح جدا شوف حتى لو أوكرانيا عن طريقة عملية استخباراتية حاول التفجر خط الغاز ده هيتم الاتهام للأمريكان ما فيهش كلام طب إنت عارف إن بعد ما روسيا قالت الكلام ده إن هتعمل خط تركي ستريم خلي بالك خط تركي ستريم ده خلص على السواحي إنما تحت البحر لسه ماكملش يعني خطوط الأرضية اكتملت إنما خطوطنا تحت البحر لسه ماكملتش فالنهارده بعد تصريحات بوتين دي الكريملين صرح على حسب وكالة إيرانية وعلى حسب رويترز بردو على فكرة الوكالة الإيرانية دي نقلة من رويترز بتقولك إن الكريملين أبض على تسع أشخاص كانوا عايزين يفجروا خط تركي ستريم ده وبعد تصريح بوتين عطو فحيبقى الجاني مين أكيد مخابرات الأوكرانية بس مدفوع من الأمريكاية مشي كده طيب تاني حاجة والحاجة اللي حالك مش أخذ بالك منها إن مش بس بوتين بيسحل خلوط مغارب لأ إنت بتتكلم إن أوكرانيا لو حاولت تنضم من النيتو مشي مش هتعرف لأن انضمام أوكرانيا لنيتو لازم موافقة 30 عضو موافقة قوية جده فأكيد أكيد أردوغان مش حيوافق على حاجة زي كده لأنه عنده مصالح مع روسيا حيوافق إزاي إحنا نهار ده الرجل بيغذيب الغاز وبيوعده بحاجاته تالت حاجة تكلم بقى على العملة الروسية داخل تركيا هتبقى عاملة إزاي يعني ممكن نظام مير ده اللي الأتراك تراجعوا عنه في اللحظة الأخيرة نتيجة العقوبات الأمريكية ممكن يفكروا فيه تاي ده الرجل حد دينا غازك ده عالي حرجعك لتصريح جازف بارل مسؤولي السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي طلع اللي إيه قال يا جماعة نهضة أوروبا دي كانت مبنية على الغاز الروسي الرخيص هل ممكن تبقى نهضة تركيا مبنية على الغاز الروسي الرخيص ممكن بس كل حاجة بس لا تنكر ان دي رشوة مقننة للأتراك وخلي بالك ان علاقتهم هتسوق بعد تصريحات روسيا دي بالغرب علاقة أردوغان بالغرب مش تبقى زي ما هي أكيد حيددوله ازاي F-16 برغم الأتراك النهاردة طالع يقولك خلاص احنا هناخد F-16 والصفقة اقتربت والكلام ده كله أكيد أكيد بعد تصريحات بوتين دي الغرب حيشك في أردوغان أقل حاجة مش هقولك ان هم علاقتهم هتسوق بي بس هيشكوا فيه ده انت حتبقى راجل بوتين داخل الناتو وأي كرار حيطلع في الناتو حيقعدوا يدوروا على أردوغان حيقول إيه أكيد حيرفوا فحركة زكية جدا وخط حينقل جاز لأوروبا والخط ده حيكون ضربة كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي وحنشوف الدنيا ماشي الزي في الأخر يا رب أكونش راح تلحضر لك الموضوع بشكل مبسط ويا رب ننصر مصر ويا رب ننصر العرب وتحية مصر سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين أهلك مدسوسة يا محروسة مدسوسة يا محروسة بسيطة